في درس اليوم سنتحدث عن المحافظ والمنصات اللامركزية ودائما نذكر إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في الانضمام إلى مدرسة ويب ثري سكور فيوجد لدينا قسم خاص بمساعدة الأعضاء في البداية لقد شرحنا سابقا بأن هناك بلوكتشينات مختلفة وكل بلوكتشين منفصل ليس له علاقة بالآخر ولكل بلوكتشين محفظة خاصة به فأي مثلا عندما تريد أن تقوم بعمل محفظة على البيتكوين هناك محفظة مخصصة للبيتكوين وكذلك للإيثريوم والسولانة والأفاكس أو البي أم بي وأي بلوكتشين لايرون لديه محفظة خاصة به ولكل محفظة عنوان خاص بها يختلف عن العناوين الأخرى ولكل بلوكتشين عنوان خاص به أي عندما تقوم بعمل حساب أي محفظة على هذا البلوكتشين سيتم إعطاؤك أدرس الذي يسمى بالبوبليك كي الذي تستطيع أن تستقبل عليه الأموان فلبيتكوين أدرس خاص بها وكذلك الإيثريوم وكذلك البلوكتشينات الأخرى الآن هناك شيئين يجب أن تعلم ما هما في المحفظة الخاصة بك هناك شيء يسمى بوبليك كي ألا وهو الذي تستطيع أن ترسل عليه الأموال أي شخص يريد أن يقوم بإرسال لك الأموال تقوم بإعطائه البوبليك كي الذي يمكنك استقبال الأموال عليه الذي يسمى الأدرس أما عن البرايفت كي فهو يعبر عن المفتاح السري للوصول أو للتحكم في هذه المحفظة فعندما تقوم بعمل محفظة على بلوكتشين منفرد يتم إعطائك شيء يسمى بالبرايفت كي تستطيع أن تقوم بتشبيهه بالإيميل والرقم السري فإذا نظرنا إلى الشكل الخاص به فستشاهده مثل الشفرة فهذا الشيء يسمى برايفت كي وأي أحد يمتلك أو يستطيع أن يعلم ما هو البرايفت كي الخاص بك سيستطيع الوصول إلى محفظتك والتحكم بكامل الرصيد الخاص بك فدائما يجب عليك أن تقوم بتخبيئته في مكان ليس على الهاتف أو أي مكان متصل في الإنترنت يجب أن تقوم بكتابته على ورقة وتخزينه والتأكد من أن هذا العنوان الذي تمتلكه قمت منسخه بشكل صحيح أم خاطئ لأنك إذا فقدته لن تستطيع استرداد أي دولار الآن كما قلنا بأن هناك العديد من المحافظ وهناك الآلاف من البلوكتشين المختلفة ولكل بلوكتشين عنوان خاص به فظاهر لدينا شيء يسمى بالمالتيتشين والد أي محفظة واحدة توفر الوصول إلى جميع البلوكتشينات المختلفة ومن أفضل وأبرز هذه المحافظة هي ترست والد وهذه المحفظة تابعة لمنصة باينانس وتعد المحفظة الأفضل والأسهل من ناحية واجهة المستخدم سلسة وسهلة التعامل ولا يوجد بها أي تعقيد مثل محافظة أخرى مثلا مثل ميتا ماسك ودائما عندما نقوم باستخدام محفظة مالتيتشين أي تدعم سلاسل الكتل المختلفة يتم إعطاؤنا شيء يسمى السيد فريز أو الاثنى عشر كلمة أو أربعة وعشرون كلمة فهذه الاثنى عشر كلمة يجب عليك أن تقوم بتخزينها على ورقة وتقوم بعمل منها مثلا نسختين أي ورقتين وتقوم بتخبيئتهم في مكانين مختلفين أي في حال فقدت واحدة ستبقى لديك الأخرى الآن كما قلنا عند إنشاء محفظة متعددة السلاسل أي مالتيتشين سيتم إعطاؤنا شيء يسمى بالسيد فريز ومن خلال هذه الكلمات نستطيع الوصول إلى جميع البلوكتشينات المختلفة فالآن السؤال ما هو الفرق بين البرايفت كي والسيد فريز الفرق هو بأنه السيد فريز يعتبر عبارة عن ماستر كي يعني شيء شبيه بالمفتاح الذي يفتح جميع الأبواب فيتم تخزين تقريبا عدد لا نهاي من البرايفت كي في السيد فريز فأنت من خلال السيد فريز تستطيع أن تقوم بفتح أي محفظة من المحافظة الخاصة بك وتستطيع أيضا في بعض التطبيقات أن تقوم بإخراج كل برايفت كي على حدة من السيد فريز فدائما الاثنى عشرة كلمة تكون ملتصقة في محافظة المالتيتشين الآن كما ذكرنا سابقا هناك two options لنا كمستخدمين عندما نقوم أو نريد بتختين المحافظة الخاصة بنا هناك شيء يسمى custodial wallet وهناك شيء يسمى self custody wallet وقمنا بشرحه سابقا ولكن باختصار الكستودي الولد يقصد به بأن هناك شركة أخرى مثل المنصة هي التي تمتلك البرايفت كي الخاص بنا فبالتالي هي تستطيع أن تتحكم في الأموال الخاصة بنا مثل المنصات المركزية مثل Binance أو Coinbase أو إلى آخرين فنحن لا نعتبر المالكين الحقيقيين للعملات الخاصة بنا بل المنصة هي التي تمتلكها وهي التي تتعهد أيضا بحماية البرايفت كي الخاص بك لأن حماية البرايفت كي أمر ليس بالسهل والكثير من الأشخاص تم سرقتهم أما بالنسبة عن self custody wallet فترجمتها المحافظ ذاتية الحراسة أي أنت المسؤول عن الحراسة البرايفت كي الخاص بك ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بسحب أي دولار منك وفي حال فقدت الوصول إلى البرايفت كي الخاص بك أو CD Threads الذي شرحناها قبل قليل لن يستطيع أي بلوكتين أيضا أن يقوم بمساعدتك فقد فقدت أموالك إلى الأبد فدائما يجب عليك أن تكون حذر الآن من الأفضل؟ الموضوع ليس بتلك البساطة أن أقول لك هذا أفضل من ذلك ولكن بالتأكيد الأفضل هي أن تكون أنت المسؤول عن الحراسة ولكن هناك أشخاص ليس لديهم خبرة في التعامل مع المحافظة اللامركزية فبالتالي يتم سرقتهم بلمح البصر فعندما تنهي هذا الدرس أنت ستحدد ما الشيء الذي يعد أفضل بالنسبة إليك أنت كشخص ففي هذا الدرس نحن سنقوم باختيار محافظة ذاتية الحراسة أنصحك بمتابعة هذه الدورة حتى النهاية لكي تقوم باستخدام المحافظة الأفضل وسنقوم بزيادة الوعي الأمني الخاص بك فبالتالي لن تكون بحاجة إلى استخدام الكستوديا الولد الآن هناك نوعين من المحافظ هناك محافظ تسمى EOA External Owned Account وهناك محافظ تسمى Contract Account هذين النوعين المنصات نفسها تستخدمها وأنت أيضا كحارث ذاتي تستخدمها سنتقوم بشرح هذا الأمر في المواضيع المتقدمة ولكن قمنا بعمل فيديو سأترك الرابط في وصف هذا الفيديو يمكنك أن تقوم بالإطلاع عليه لا نريد أن نقوم بتعقيد الأمور من الدروس الأولى ولكن نحن في نهاية هذه الدورة سنستخدم نوع Contract Account أو Abstraction Account أو Smart Contract Wallet هذا القسب وسنقوم بوضع تواقع متعددة أي لن نستقر أو نستخدم الشيء الذي سنقوم بشرحه في هذا الدرس ولكن يجب عليك أن تقوم بمعرفتك ويجب أن تكون لديك محافظة من هذا النوع ولكن الأموال الخاصة بنا سنخزينها في خزينة متعددة التواقع أي في حال تم سرقة الـ Private Key لن يستطيع المخترق أن يقوم بفعل أي شيء وكما قلنا سنقوم بشرح المحافظ من نوع Externally Owned Account تنقسم هذه المحافظ إلى قسمين محافظ الـ Hot Wallet ومحافظ الـ Cold Wallet فما الفرق بينهما؟ باختصار شديد محافظ الـ Hot Wallet دائما تكون متصلة في الإنترنت أي في هذا الدرس سنقوم بشرح محافظة Trust Wallet محافظة Trust Wallet هي عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف والهاتف عبارة عن Operating System أي نظام تشغيل مكون من عشرات الألاف من الأسطر ويوجد عليه الألاف من التطبيقات وممكن أي مشكلة في أي تطبيق تؤدي إلى اختراق الهاتف أو أي خطأ من بين العشر ألاف سطر أما في محافظ الـ Cold Wallet فهي غير متصلة في الإنترنت وهي عبارة عن عندة أسطر برمجية وتم التحقق وتأكد من صحتها فبالتالي ليست هي معرضة للمخاطر التي تتعرض لها محافظ الـ Hot Wallet فهي في أغلب الأحيان غير متصلة في الإنترنت فأنت تقوم بتوصيله عن طريق البلوتوث مع الهاتف مثلا ومن ثم تقوم بإرسال أو استقبال الأموال فبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن أن يتم تحميل فيروس مثلا على النظام الخاص بها وهي شيء يشبه قطعة الـ USB أما الـ Hot Wallet كما شرحنا فهي عبارة عن تطبيق على الهاتف والدخول إليها سريع والسحب والإداع منها سريع جدا أما الـ Cold Wallet فما أنت مثلا بحاجة أرفع العدة تمر مثل تمسونها عن طريق الـ USB بالجهاز أو عن البلوتوث والـ Hot Wallet هي محافظة مجانية أما الـ Cold Wallet يبتدع سعرها من 50 دولار والـ Hot Wallet هي بالتأكيد بما أنها متصلة بالإنترنت كما شرحنا وموجودة على Operating System فهي معرضة للهجمات الإختراق على عكس الـ Cold Wallet فهي تتصب الإنترنت لعدة دقائق ثم تقوم بفصلها وتعد المحافظة الباردة هي الأفضل للأشخاص الذين يريدون الاستثمار للمدى البعيد أما الـ Hot Wallet فهي مناسبة لأشخاص الذين يقومون بعمل حوالات يومية أو استثمارات قصيرة الأمن هذا هو الفرق بين محافظة الـ Hot Wallet والـ Cold Wallet من الأفضل بينهما أو الأكثر أمنا هو الـ Cold Wallet ولكن نحن في هذه الدورة سنقوم باستخدام الـ Hot Wallet ولكن سنقوم بعمل Contract Account ووضع عدة تواقيع المحفظة فبالتالي ستصبح المحفظة الخاصة بنا فولاذية وسنقوم أيضا بوضع تواقيع على هذه الخزينة من Cold Wallet أي محافظة باردة وساخنة وتستطيع أن تضع فقط تواقيع من محافظة ساخنة وسنقوم بشرح هذا الأمر في التفاصيل في الدروس المتقدمة فلا تقلق إن لم تعي كل شيء قلناه في هذا المقطع الآن سنقوم بتحميل تطبيق Trust Wallet سنقوم بالدخول إلى الـ Store ودائما تأكد من أن هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بهم وتأكد من عدد التقييمات نقوم بعمل التنزيل ومن ثم نقوم بفتح التطبيق والنقر على إبداء ونقوم باختيار رقم سري وإذ فقدنا هذا الرقم السري لا مشكلة فعند حذف المحفظة وإعادة تنزيله سيتم طلب رقم سري جديد أما الآن سيقوم بإظهار لنا العبارة السرية أو الـ 12 كلمة السرية الخاصة بيننا يقول لنا هل نريد أن نقوم بنسقه على الـ iCloud أم يدويا في البداية سنقوم باختيار اليدوي ومن ثم سنقوم بشرح الأمر الثاني نقوم بالنقر على يدوي ومن ثم نقوم بالموافق على هذه الخيارات وانصحك بقراءة هذه الملاحظات جميعها ومن ثم متابعة ومن ثم ستظهر أمامك هنا 12 كلمة عليك أن تقوم بكتابتها على ورقة وحمل منها نسختين ولكن عندما تقوم بكتابتها وتكمل إنشاء هذه المحفظة قم بحذف المحفظة وقم بإعادة تنزيل المحفظة وقم بإدخال هذه الكلمات وتأكد بأن هذه المحفظة نفسها من خلال العروين الخاصة بك لكل blockchain تأكد أنه تم فتح نفس العنوان الآن نضغط على متابعة والآن يقوم بعمل لنا اختبار يتأكد بأننا قمنا بنسق الكلمات بشكل صحيح أم لا نقوم باختيار الكلمات الصحيحة ومن ثم نقوم بالتأكيد الآن فتحت لدينا هذه المحفظة نقوم بالنقر على هذه المحفظة ونقوم بعمل النسق الاحتياطي إلى ونقوم بوضع الكلمة المرور التي قمنا بوضعها الآن نقوم باختيار اسم للملف الذي سنقوم برفع على واتركه باسم نفس المحفظة التي لديك مثلا اسم المحفظة وابي ثري سكور أرفعها أيضا باسم وابي ثري سكور ومن ثم متابعة الآن نحن نعلم بأن هذه الكلمات السرية سيتم تخزينها على وابي ثري سكور والآي كلاود هو تخزين سحابي مركزي فبالتالي يستطيع أن يطلع على هذه الكلمات أو إذا تم اختراقه يستطيع طرف ثالث سرقة على برايفت كي الخاص بنا مثلا ولكن الجواب هو لا لماذا؟ لأننا سنقوم بتشفير هذا الملف بناء على باسورد خاص بنا الشخصي الآن تقول لك ترسوري ضع رقم سري وهذا الرقم السري سيتم تشفير به الكلمات السرية الخاصة بك ولكن إذا فقدت الرقم السري أيضا ستفقد الوصول إلى الأمل فهذا الرقم السري قم أيضا بكتابته على ورقة منفصلة أذكر بأنك إذا فقدت الرقم السري لن تستطيع استرداد المحفظة عن طريق جيميل ولكن ستستطيع أن تستردها عن طريق الكلمات التي قمت بكتابتها على الورقة الخاصة بك الآن عندما تضغط هنا سيقوم بسؤالك بتأكيد هذه الكلمة السرية وثم سيتم رفع هذه النسخة الاحتياطية الآن قبل أن تقوم بإداع أي شيء عليك أن تقوم بحذف المحفظة الخاصة بك وثم قم بعادة تحميلها ومن ثم قم بالدخول إلى إضافة محفظة جديدة وقم بإسترداد المحفظة من خلال الـ iCloud مثلا أو من خلال الـ 12 كلمة ولكن عندما تستردها تأكد بأنها نفس المحفظة من العناوين الخاصة بك الموجودة في الداخل كما نشاهد هذه هي المحفظة هناك إرسال واستلام لقد قمت بجعل المحفظة باللغة العربية لكي نقوم أيضا بالطلاع على المسميات باللغة العربية ولكن أنصحكم دائما باختيار اللغة الإنجليزية ونشاهد في الأسفل العملات التي لدينا ونستطيع أيضا إضافة عملات أخرى من خلال النقر هنا والبحث عن أي عملة تريدها ستجدها هنا مثلا هذه عملة الـ Bitcoin على Unchain Bitcoin نفس شبكة الـ Bitcoin وكذلك Ethereum وكذلك Binance Smart Chain جميعها Layer 1 وقلنا بأن هناك شيء يسمى Token الذي يتم بناؤه على Layer 1 فإذا شاهدنا هناك عملة تسمى TWT التابعة لنفس محفظة Trust Wallet ولكن يكتب بجانبها PMP Smart Chain أي بأنها مبنية على Binance Smart Chain وهذه العملة مثلا إذا قمت بإداعها في محفظة Trust Wallet وأردت أن تقوم بسحبها فأنت بحاجة إلى أن تدفع العمولات وهذه العمولات يتم دفعها من الشبكة الرئيسية التي تم بناء التوكل عليه ألا وهي BNB فأنت بحاجة إلى عمولة في الـ BNB لكي تستطيع أن تسحب أو تودع أي رمز على شبكة الـ BNB وكذلك أي Layer 1 أخرى تدعم بناء التطبيقات الذكية وهناك نوع آخر للمحافظة الذي يسمى Contract Account الذي سنقوم بشرحه في الدروس المتقدمة تستطيع أن تأخذ العمولة من نفس العملة وقمنا بشرح هذا الأمر سابقا وإذا كنت أنت تريد أن تطلع عليه سأضع أيضا الرابط في الوصف الآن نقوم بالعودة ومثلا إذا أردنا أن نقوم باستنام الـ BNB نقوم بالدخول إليها ونضغط على استنام ونقوم بإرسال هذا العنوان إلى الشخص الآخر ونقول له أرسل لي مثلا عملة الـ BNB على الـ OnChain لنفس الـ BNB على الشبكة الـ BNB الرئيسية وليس أي شبكة أخرى لأنك إذا قمت بالإرسال واستقبال على شبكات أخرى ستخسر المبلغ الخاص بك وإذا أردت الإرسال نفس الأمر تقوم بإدخال العنوان هنا وتضع المبلغ الذي تريد إرساله الآن ننتهينا من شرح المحافظة اللامركزية الآن سنقوم بشرح المنصات اللامركزية التي نستطيع أن نقوم بالبيع والشراء من داخلها في محافظة ThressWallet هناك شيء شبيه بالمنصة اللامركزية يسمى المبادلة فمثلا تستطيع أن تقوم بتحويل عملة الـ BNB إلى عملات أخرى ولكن لا تدعم جميع العملات فيمكنكم مثلا اختيار الإثريوم وتشاهد إذا أردنا مثلا أن نقوم بتحويل مبلغ معين إلى الإثريوم يقول لك بأنك ستتلقى هذا المبلغ من الإثار ويظهر لك هنا العمولات التي سيتم خصمها وهنا شيء يسمى بالانزلاق سليبينج أي عندما يتم البيع ربما سيحصل تذبذب عن السعر الحالي ولكن يتم توضيح كمية هذا الانزلاق ولكن نحن لا نريد أن نستخدم هذا الأمر أصلا هناك منصات لا مركزية معروفة فمثلا عندما تتحدث عن Binance Smart Chain هناك منصة تسمى BankX Swap وهي منصة رقم واحد لبيع والشراء كل شيء بشكل لا مركزي لBinance Smart Chain هذه شبكة Binance Smart Chain ويتوفر بها أيضا الإثريوم وأبتوس وشبكات أخرى فالآن إذا أردنا أن نقوم بتحويل إلى منصة لا مركزية عليك أن تقوم بالنقر على اكتشف ومن ثم تقوم بالبحث في هذا القسم إذا قمنا بالنزول إلى الأسفل ستشاهد بأن هناك شيء يسمى BankX Swap فإذا نقرنا عليها فستفتح أمامنا المنصة اللامركزية نفس الأمر في Binance عندما نقوم بالبيع والشراء نفس الأمر هنا ولكن علينا في البداية نقوم بشبكة المحفظة الخاصة بنا عمل لها Connect وسنقوم باختيار Trust Wallet وهم ثم نختار Binance Smart Chain ونقوم بعمل توصيل هكذا تم توصيل المحفظة الخاصة بنا في BankX Swap نستطيع الآن تبديل مثلا البي ام بي الذي نمتلكه إلى أي عملة أخرى تستطيع أن تقوم باختيار أي عملة تريده مثلا تستطيع أن تقوم باختيار الـ USDT أو عملة الكيك فيقول لك مثلا بأن قيمة البي ام بي التي تمتلكها ستحصل مقابله على واحد كيك مثلا معدل الإنصلاق كما تشاهد أمامك فإذا قمنا بالنقر على Swap فسيقول لك أقل مبلغ ستحصل عليه هو واحد فاصلة كذا من الكيك ومعدل الإنزلاق كما رأيناه ومن ثم سنكمل هذه العملية سنقوم بالنظر على Confirm Swap وبعد ذلك تأكيد فبالتالي ستتحول البي ام بي الخاصة بنا إلى عملة الكيك هذه هي المنصات اللامركزية باختزار نحن كمستثمرون لا نريد أن نعلم أي شيء آخر عن المنصات اللامركزية سوى الشيء الذي قمنا بشرحه وقمنا بشرح المنصات اللامركزية لأن هناك بعض الأشخاص الذين يحبون التعامل مع المنصات اللامركزية لأنها لا تطلب إثبات شخصية فلهذا الأمر قمت بشرح هذا الموضوع الآن سنعود إلى المحفظة وسنتحدث عن طريقة تأمين هذه المحفظة طبعا في البداية طريقة تأمين المحفظة بالنسبة لبرايفت كي لقد قمنا بشرح الأمر تقوم بكتابة وعمل له نسخة احتياطية وتقوم بتخزين الورقة في مكان آمن وهناك بعض الجراءات الأمان تستطيع أن تقوم تفعيلها من محفظة Trust ولد من خلال الدخول إلى قسم الأمان ومن ثم تقوم بتفعيل هذه الأمور هكذا انتهينا من طريقة تأمين محفظة Trust ولكن أقول لك أنت كمستثفر جديد ستتلقى الكثير من الرسائل على التليجرام وعلى الإيميل الخاص بك بشركات ومؤسسات تدعي بأنها تستطيع أن تقوم بإعطائك مثلا 30% من رأس المال كل أسبوع ويقوم بإعطائك شيء تستطيع أن تقوم بالدخول إليه من خلال Trust Wallet ومن ثم تقوم بالشبكة المحفظة الخاصة بك ومن ثم ستفلس فلا تدخل على أي رابط ولا على أي شركة تقول بأنها تعطيك نسبة أرباح في الأسبوع أو في الشهر لا تدخل على أي شيء فأغلبها نصب وإحتيار الآن سندخل في الأسئلة الشائعة هل عملاتي موجودة في محفظة Trust Wallet لا هناك بعض الأشخاص يظن بأن العملات هي موجودة في Trust Wallet ولكن عملاتك هي موجودة في نفس البلوكتشين وليس في Trust Wallet Trust Wallet فقط تساعدك للوصول إلى البلوكتشين أي هي تقوم بإدارة الـ Private Key القاص بك والاسترسال والاستقبال بشكل سلس ولكن لا يوجد أي عملاد داخل محفظة Trust Wallet ماذا سيحدث إذا تم حذف محفظة Trust Wallet لن يحصل أي شيء ستستخدم لبرافت كيل القاص بيك أو السيدي فريز الكلمة الـ 12 كلمة وستقوم بإدخالها في محفظة أخرى وستقوم بإيجاد عملاتك إذا قمت بفقدان الـ 12 كلمة كيف سأستعيدها؟ لن تستعيدها ستخسر جميع رأس مالك إلى الأبد هل أستطيع فتح محفظتي في مكان آخر؟ نعم لقد وضحنا هذا الأمر قبل قليل هل تستطيع Trust Wallet إغلاق حسابي؟ لا لا تستطيع Trust Wallet إغلاق حسابك هل تستطيع تجميد رصيدي؟ لا تستطيع تجميد رصيدك ولا لكن حسب كل بلوكتين هناك بلوكتين يستطيع أن يقوم بتجميد رصيدك مثلا مثل USDT الدولار المرقمن يستطيع أن يقوم بتجميد حسابك في حال تم اتهابك مثلا بغسيل الأموال وهناك عملات مثل Bitcone والإيثريوم لا أحد يستطيع إيقاف رصيدك وإذا كان لديك أي سؤال آخر يمكنك أن تقوم بوضعه في أسفل في التعليقات ولا تنسى الانضمام إلى مدرسة Web3Score وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع وإلى اللقاء